ازايكوا عاملين ايه في احلى وصفة معمولة بصتوا بقى ده موسم حصاد الدرة وكلنا بنموت في الدرة بس متعودين عليها ان هي تكون مشوية انا النهاردة بقى بعملها بوصفة اللي انا بقيت عشقها جدا كمان عن المشوية هورها لكم ازاي بيبقى لونها دهب كده زي ما انتم شايفين وطعمها طحفة جدا ما تنسوش تشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش واتفعلوا الجرس عشان يستطلوكم كل جديد ولايك في الفيديو طبعا لو عجبكم دلوقتي انا عندي درة طبعا ده وقت اصل الموسم الدرة واكل الدرة انا اول حاجة عندي حلة هنا على النار الحلة دي فيها مية بس هبدأ ان انا اغلي المية وحط معاها معلقة ملح وبعدين هدوب الملح بحيس عايزة المية يبقى فيها ملح بس ملح مش كتير يعني يا دوبك يعني مش مش ان انا ملحة ملح كتير لأ ملح معقول وبعدين هنزل بالدرة زي ما انتم شايفين كده وبعدين هبدأ اغليها وعشان اغليها صح واسلق الدرة صح لازم آآ من حين للتاني افضل اشقلب فيها كده بصوا ارول فيها بالمعلقة زي ما انتم شايفين كده جوة المية لحد لما لونها يبدأ ان هو يبقى دهبي كده بالشكل ده كده يبقى هي خلاص كده استوت لان دي الطريقة الصح لسلق الدرة يبقى مسلقهاش كتير وما افضلش اغلي فيها كتير وبعد لما بطلها بصوا طريقة تقديمها دي هنا انا مسايحة زبدة وببدأ اديها فرش زبدة بقى يعني عايز اقول لكم طعمها بيبقى طحفة جدا 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 بالزبدة كده دي حوالي معلقة كبيرة زبدة سيحتها في المايكرو ويف وببدأ ان انا ادهنها كلها ايه اسقيها بالزبدة عايز اقول لكم طعمها طحفة طحفة جدا واللي بيحبها ما شوية لما يجرب الطريقة دي هيعشقها قوي قوي هيحبها جدا 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 طبعا الناس اللي عاملة ضايت بلاش اللي هي حتة الزبدة دي ولو ان الزبدة مش كتير حطها معلقة بس بدي بالفرشة بتدي ريحة الزبدة وطعم طحفة قوي قوي مع الضرة مش قادر اقول لكم بيبقى عاملة ازاي لازم بجد تجربوها اا ولكن اللي مش عايز خلاص بيبقى شكلها بيبقى عاملة ازاي بتبقى دهبي كده وبيبقى شكلها وطعمها لزيز جدا 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 ياريت تجربوها واللي جربها يقول لي كان طعمها عاملة ازاي اللي انا عارفها تعجبكم جدا بحبه كتير جتير اشوفكم الفيديو الجاية على خير فأحلى وصفة معمونة نماذا للم